اشتركوا في القناة تحميه في جميع مراحله بل قررت الشريعة الإسلامية من الأحكام ما يحفظ هذه الأوقاف بل ما يضمن مواردها المستمرة عبر التاريخ بل ونصت على ما يضمن حماية هذه الأوقاف من أي عدوان فقررت الشريعة الإسلامية حماية الأوقاف من جميع صور الاعتداء عليه وكذلك بالنسبة للقانون الجزائري نجد أيضا منظومة قانونية ترافق هذه الأوقاف أذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر القانون رقم 8411 المعدل والمتمم بالأمر 0502 قد نص هذا القانون على أحكام الوقف بدءا من المادة 213 إلى غاية المادة 220 كما وردت بعض الأحكام أيضا في القانون رقم 9025 وهو القانون المتعلق بالتوجيه العقاري وهذا قانون أيضا مهم قرر من الأحكام ما يخدم الأوقاف في الجزائر وكذلك القانون رقم 9110 المعدل والمتمم بالقانون 0107 وبالقانون 012 بالمناسبة القانون رقم 9110 هو أول قانون وأول تشريع نص على الأحكام المتعلقة بالأوقاف بشكل مستقل أما القوانين التي ذكرتها قبل هذا القانون هي قوانين متخصصة ولكن نصت على بعض المسائل المتعلقة بالأوقاف ونجد أيضا مراسيم تنفيذية مراسيم تنفيذية أذكر أصب المثال مثل المرسوم رقم 6220 وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 21 179 المرسوم التنفيذي رقم 21 179 وهو المرسوم المنشئ للديوان الوطني للأوقاف والزكاة وهذه القوانين في مجملها نصت على جملة من الأمور يمكن أن ألخصها في الأمور الآتية الأمر الأول نصت على ضرورة استرجاع الأملاك الوقفية المعتدى عليها إذ أن هذه الظاهرة وهي ظاهرة محزنة جدا هناك عدوان على هذه الأملاك الوقفية من قبل الخواص وكذلك من قبل بعض المؤسسات التابعة للدولة لذلك هذه المنظومة القانونية نصت على هذا الأمر الأساس وهو ضرورة استرجاع الأملاك الوقفية كمنصت هذه القوانين والمرسيم والمنشورات والتعليمات المختلفة على ضرورة صيانة الأملاك الوقفية إذن استرجاع الأملاك الوقفية وصيانة الأملاك الوقفية بالمناسبة هناك قوانين أخرى تؤكد على ما يسمى بالحماية الجزائية أو الجنائية للأملاك الوقفية ومن النصوص التي دلت على ذلك في قانون العقوبات نجد مثلا المادة 386 من قانون العقوبات كما نجد أيضا المادة 417 من قانون العقوبات هاتان المادتان تقرران حماية جزائية للأملاك عموما وخاصة الأملاك الوقفية كما نجد أيضا في المادة 36 حماية جزائية وحماية قانونية للأملاك الوقفية المادة 36 من قانون 91 المعدل والمتمم إذن خلاصة هذه المنظومة القانونية تتمثل في الآتي الأمر الأول استرجاع الأملاك الوقفية المعتدى عليها الأمر الثاني صيانة الأملاك الوقفية الأمر الثالث مراجعة الأسعار يعني أسعار الإيجار لأن الملاحظ أن أسعار الإيجار عموما يعني أسعار إيجار العقارات الوقفية أسعار منخفضة جدا فنصت هذه القوانين في الكثير من النصوص على ضرورة مراجعة أسعار الإيجار لتوافق سعر الإيجار في السوق لتكون موافقة لعريسة لسعر السوق يعني بمعنى آخر نصت على تحيين على تحيين أسعار الإيجار كما نصت هذه المنظومة القانونية على استثمار الأملاك الوقفية إذن هي أربع مسائل مهمة استرجاع الأملاك الوقفية الأمر الثاني صيانة الأملاك الوقفية وتقرير جملة من النصوص القانونية لحمايتها وهذه النصوص في الحقيقة يعني مستمدة عموما من الفقه الإسلامي بالمناسبة أذكر هنا المادة الثانية من القانون الكبير القانون الأساس في الأوقاف هو قانون واحدة السعين عشر نص في مدته الثانية نص في مدته الثانية على ما يلي على غرار ما ورد من مواد في هذا القانون يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليه بمعنى تقرر هذه المادة الثانية من قانون واحدة السعين عشر تقرر السماح بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية عند وجود فراغ تشريعي يعني على غرار المواد القانونية المنصوص عليها في قانون واحدة السعين عشر يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليه وهذه مادة مهمة جدا وهي المادة الثانية كما تقرر أيضا في المنظومة القانونية الجزائرية في مجال المنازعات هناك منازعات ترفع أمام القاضي قاضي شؤون الأسرة وهناك منازعات ترفع أمام القاضي الإداري من خلال قضاء الإلغاء أو ما يسمى وكذلك قضاء الكامل وهناك قضايا ترفع أمام القاضي العقاري وهناك قضايا ومنازعات ترفع أمام القاضي الجنائي إذن هناك قضايا ينظر فيها قاضي شؤون الأسرة وهناك منازعات ينظر فيها القاضي الإداري هناك منازعات ينظر فيها القاضي العقاري هناك منازعات ينظر فيها القاضي الجنائي أو الجزائي إذن بعدما علمنا بأن هذه المنظومة القانونية نصت على هذه المسائل المهمة استرجاع الأملاك الوقفية صيانة الأملاك الوقفية يضاف إلى ذلك أيضا مراجعة الأسعار أي تحيين أسعار الإيجار بما يوافق سعر السوق وكذلك استثمار الأموال الوقفية والاستثمار مطلوب في الشريعة ومطلوب في القانون من خلال النصوص المختلفة ومجالة الاستثمار هي مجالات عديدة إما في المجال الفلاحي استثمار العقار الفلاحي هذا مجال حيوي مهم جدا من خلال مختلف العقود مثل عقد المزارعة مثل عقد المساقات وكذلك في المجال الصناعي استثمار العقار الصناعي من خلال عقد الاستصناع وعقد الاستصناع هو من العقود المشروعة وقد نص عليه نظام بنك الجزائر الجديد وهو النظام رقم عشرين سفر اثنين الذي يحدد العمليات البنكية يعني هذا النظام بالمناسبة هو نظام المهم النظام نظام بنك الجزائر رقم عشرين سفر اثنين الذي نص على العمليات البنكية واشارها خاصة في المدة الرابعة وما بعدها الى نظام المرابحة الى نظام المضاربة الى نظام المشاركة الى نظام الى عقد السلم الى عقد الاستصناع الذي يمكن اللجوء الى هذا العقد في المجال الصناعي في مجال استثمار العقار الصناعي وكذلك نجد طرقا اخرى ايضا مسموح بها شرعا وقانونا من خلال مثال العقد المقاولة من خلال عقد المشاركة اما المشاركة الدائمة المستمرة او المتناقصة المنتهية بالتبليك من خلال كذلك الاسهم والسنادات الوقفية وهذه مهمة جدا يمكن تفعيل هذه الاسهم والسنادات الوقفية من اجل الاستثمار الوقف الفعال من خلال عقد الايجار من خلال عقد المقاولة المهم هناك ادوات شرعية وقانونية وردت نصوص كثيرة في العديد من القوانين نذكر على سبيل المثال هذا النظام وهو نظام 2002 وكذلك القانون رقم 7559 متعلق بالقانون التجاري وقانون توجه العقاري وغيرها من القوانين فالأحكام الشرعية كفيلة بحماية الأوقاف وصينتها وكفيلة بتوفير الأدوات والوسائل الشرعية لاستثمار الأوقاف من أجل أدائها لدورها المتعدد الأبعاد فالأوقاف لها أدوار متعددة الأبعاد لها دور يعني استثماري لها دور اجتماعي لها دور اقتصادي لها دور تعليمي طربوي حضاري والمنظومة القانونية في الجزائر يعني استثمار النصوص الموجودة في هذه المنظومة أيضا كفيل بتحقيق هذه المقاصد والغايات وإن كانت بعض النصوص تحتاج إلى تطوير لموافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية والكثير من النصوص تحتاج إلى تفعيل ميداني أسأل الله التوفيق القائمين على الأوقاف في الجزائر بجميع أشكالها وأسأل الله أن تتحقق المقاصد والغايات لطرق أوقافنا إلى المستوى المرجو المطلوب حفظكم الله وسدد أخوطاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر